آآ جالي قائد الكتيبة العقيد محمود عبدالله عبدالعزيز الله يرحمه آآ قال لي الإدارة عايزاك تطلع قائد مجموعة أنا كنت رسا ما نقول جديدي للكتيبة دي وماليش وكنت قائد سريع يعني ماليش مجموعة يعني ماليش أفراد يعني فقلت له كل قائد مجموعة مع عساكر بتوعه محدش هيتخلى عن عن فرد لا سلك بتاعه ولا فرد استطلاعه وكل والمجموعة متعايشة مع بعض وبتسافر مع بعض وتدعم مع بعض أجازة وسينما مع بعض ويديل أجازة مع بعض ويلعب مع كده علشان تبقى المعيشة علشان يوم ما داش وقلهم ويفهموا بقى لأن دول بيشتغلوا لوحدهم في مناطق بعيدة قال لي بص هو فيه آآ النهاردة الصبح يوم 6 أكتوبر جالنا جنود مستدعين اختار أربعة منهم قلت له أنا مش عايزة أربعة أعمل ليبل الأربعة أنا أخد واحد بس اللي هو فرد لا سلك أنا مش محتاجة أربعة لأن أنا مش ممكن أنا أتعامل مع أربعة ما عرفهمش ولا أتعامل مع واحد ما عرفهمش بقل العبء اللي علي لأن الأربعة دول هنعيش خالف قطوط العد كل واحد عنده مشاكل قاصة منش عايز ناكاز ده يحصل ويبقى مسؤولية فكفية واحد يبقى عنده مشكلة واحدة ولعرف فتح عبدالهادي اللي اختارته كان خاطب وكانت مسائل بالنسبة له ما كانتش فالحمد الله آآ أنا بقول عديته مع أبا جاء وعمل آآ قدم أمته ورجع بنجاح وده نجاح للقوات المسلحة وفي إن هي كانت في خطط الاستدعاء والتدريب واحد استدعاء النهي النهاردة طلح حارب بيجع بعد ستة شهور ناجح في تنفيذ المهم فده نجاح للقوات المسلحة طبعاً المهم آآ قعد العقيد محمود عبدالله في قوضة العمليات قال انت هتطلع من مطار ألمازة هتوصل على مسافة مئة كيلو من القناة في المنطقة بتاعة آآ أم مرجم والميليز وبيرجي في جافة إحنا عايزين كل المعلومات عن القوات المتحركة في اتجاهنا أو القوات الإسرائيلية المنسحبة من القناة في اتجاه إسرائيل ونشاط قاعدة الميليز الجوية اللي هي دي القاعدة القاعدة الرئيسية لتقديم الدعم الجوي للقوات الإسرائيلية عجبها ونشاط مركز القيادة ممارجم وقال نتقابل في مطار ألمازة ساعة المغرب كلم ده كان عشر رمضان عشر رمضان ده اللي هو ستة كتور لا ده حاجة يعني السحور والفطار والنص سحور ده كان قبل آآ بس عليك ما نحطوش حتى تفطار وساعتها نعم ما هو يعني دي حتة سحور وكده نعم عنا كنا عاملين معسكر في مارسة مطروح قبل الحرب في إطار خطة الخداع آآ وبعدا العالمين في إطار خداع فأنا يعني يمكن في الكتاب ده كاتب فطار في مارسة مطروح سحور في مارسة مطروح فطار في العالمين سحور لم يكتمل في اسكندرية كلام ده كان يوم 4 أكتوبر قبل قبل 6 أكتوبر فالآآ اتقابلنا في مطار ألمازة مم فردنا الخرايط التاني واعدنا نعيد تخصيص المهام جالنا الشيخ حسب الله في المطار عرفوني عليه أول مرة كنت أشوفه كده يعني ده من قبيلة الأحيوات ويبقى مسؤول عن المعيشة لو المامورية طالت يعني كده لكن المامورية المهمة تسعة أيام قوتنا النهاردة عبرت كان كلام ده المغرب بقى بنعمل رؤوس كباري دي بقى من عمق 12 ل 15 كيلو بعد كده هنتطور الهجوم خلال تسعة أيام هيوصلوا لك في منطقة الميليز تنضم القواتنا يبقى كده مومتك خلصت وفي انتظار تكليف مهمة أخر يعني احنا اتنين عسكريين وواحد مدني يعني احنا التلاتة واخدين من جنوب ومن الشمال ومن سيناء يعني كان توليفة اتعاملت كده من غير ما نقصه دي يعني المهم بعد ما خلصنا تأكيد المهام تحت الطيارة في الخريطة طبقنا الخريطة العقيد محمود عبدالله عم خلاص سلم علينا وداني تسعين جنيه علشان يعني التسعة أيام كل يوم عشرة جنيه الفتح عبدالي كان بيشرب سجاير أيامها يعني عشان بقى ان يجيلوا سجاير رغم ان احنا رعين في حتة مفيش فيها أصلا بدل منطقة لا منطقة عسكرية مغلقة مفيش فيها خالص اي بدأ ويخشيها اصلا المهم مش للعقيد محمود عبدالله وانا بتانت الطيارة ركبنا في الطيار واقف مش عايز يمشي فاكر ان في ناس تانية جاية لأ مش متعاونة بيقول ان انت يعني انت لوحدك يعني يعني انا عندنا طيارات هلكوبتور كتير قوي لدرجة ان الطيارة هتطلع بواحد قلت له طلع بس دي مهمة خاصة المهم طلع وساعتها يمكن الطيارة ما كانتش على اعلى مستوى من تكنولوجيا برده بس سبحان الله الناس لازم تبقى عارفة ان الطيران الولوكوبتور بتاعنا في الوقت ده ما كانش مجهز للطيران الليل لكن الحمد لله ان يوم العبور كان يوم عشر رمضان ليلة حداشر رمضان يعني الامر شبه بدر فاحنا كنا ماشيين على التعرف على الهيئات المهم احنا بنعدي القناة منظر مبهر منظر مبهر زي ما قلت قبل كده ما ينفعش شوف انت طلع التحارب خلاص نسيت ان انت طلع التحارب انت رايح تقاتل بقى وبتتفرج على قوتك بتعدي اه حاجة ياريت كان الكلام ده كان صوروه كانت حاجة تبقى حاجة حيلة لو اتعملت طبعا المهم مع الطيار ماشي كده لحد ما رحت على الهيئة اللي انا عايز انزل فيها قلت له اقف هنا هو طبعا الاليكوبتر ما بنزلش على الارض بيحلق كده انا نطيت والفتح نزل الجهاز اللي سيركي بالحبل ونط والشيخ حساب الله نط بعدنا ومشينا طيارة مشت حتى الطيار كان مشفق علينا جدا وقل اسمك ايه فكتب اسمي على كارت كابريت واخده والمهم بعد ما رجعت بسانه كده رحت للقوات الجوية وقلت له بص تخوفك ما كانش في محله هدي احنا روحنا وانتصرنا يعني فالمهم مشينا حتى جبل المغارة اول تعاون ما بين البدو واما مع المجموعة جبت الشيخ حساب الله كان المكان منطقة دي هي منطقة قابلة الاحواد في وسط سينة همم قلت له تقول للناس اللي عندك تروح سبنا كده وتروح تقول اللي اللي بيرعو الغنم بيرعو الغنم على الجرة بتاعتنا الصبح علشان اي طيار اسرائيلي معدي اللي ما يبقاش ليشوف اثارك اقدامنا اني نزدين من مكان ده اشتركوا في القناة